مؤسسة إنجاز بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم نظمت مبادرة نوعية تتمثل في إنشاء مشاريع وشركات طلابية لخدمة المجتمع وخاصة في هذه الظروف الصعبة ومن بين المشاريع التي تأهلت للمنافسة على مستوى الوطن مشروع خطوة التابع لمدرسة بروقين للبنات في محافظة سلفيت والذي حاز على المرتبة الأولى في المحافظة بالشراكة مع مؤسسة إنجاز تنفذ مديرية التربية والتعليم في محافظة سلفيت مبادرة نوعية من خلال مدرسة بنات بروقين الثانوية هذه المدرسة العريقة والمتميزة بإدارتها ومعلماتها بالإضافة إلى طالباتها وهذه المبادرة تتمثل ومعنونة بخطوة وتتمثل بالطالبات مبادرة من هنا بحيث تكون هناك وسائل وطرق لخدمة المجتمع تطبيق خطوة هو تطبيق يربط بين المهنيين والزبائن بحيث أنه يوفر فرص عمل للمهنيين ويوفر وقت وجهد على الزبائن تطبيقنا حاليا لمحافظة سلفيت هو نابع من حسنا وانتماءنا الوطني لفلسطين إن شاء الله تطبيقنا حاليا قيد الرفض المشروع المعنون بخطوة عبارة عن شركة طلابية تبتكر تطبيقا إلكترونيا للتسهيل على أصحاب الأعمال تسويق منتجاتهم في ظل الإغلاقات والظروف التي تعيشها محافظة سلفيت وتحديدا بعد تفاقم وضع البطالة في السوق الفلسطيني نحن في مدرسة برؤكيني الثانوية خضنا عدة تجارب في مجالات المبادرات الطلابية وتتوجت أخيرا بمبادرة الشركة الطلابية مع إنجاز هذه الشركة تقوم على عاتق الطالبات والمعلمات ودعم من الأهالي والمجتمع المحلي إضافة إلى مدرية التربية والتعليم بتعيين منسقين لهذه المبادرة المبادرة تابعة مؤسسة إنجاز وهذه المؤسسة هي شركة حقيقية معنا الهدف كان من المبادرة تفعيل دور الطالبات تحفيزهم تعليمهم تعويضهم على القيادات الشابة إيجاد وحل مشكلات تحسس المجتمع وفعلا هي حققت هذا الإنجاز هذه المشاريع والإنجازات تأتي لتؤكد على أهمية شراكة الطلبة والطالبات بالقضايا المجتمعية والوطنية لتلفزيون فلسطين لينا دوابه سلفيت